فيه كلام مهم جداً متعلق بالقايمة الدولية للحكام رغم الموضوع ده خلاص انتهى وأسامي الحكام ما تم إرسالها إلى الفيفا ولكن في دقيقتين كده قبل ما أطلع الفصل الاتحاد الدولي في فا تدخل وقال إن طريق سامي ومحمد حسن حكام كرة الصلاة ما ينفعش يتشالوا من القايمة الدولية لأننا كاتحاد الدولي بعتمد عليهم دايماً في كأس العالم ومحمد حسن أدار اتنين نهائي كأس العالم لكرة الصلاة قبل كده وبالتالي ما ينفعش يتم استبعادهم بحجة أصل عامل السن عامل السن الفيفا لغاء لكن لو تقارير فنية ممكن نتناقش فبالتالي استبعادهم بالنسبة لموضوع السن فالفيفا بنسبة كبيرة جداً يعني محمد حسن وطرق سامي هيرجعوا للقايمة الدولية كحكام دوليين في كرة الصلاة ولكن بقى المفاجأة ودي كانت بالنسبة لي مفاجأة صادمة ويمكن ناس كتيرة ما تكلمتش فيها المفاجأة في ايه بقى؟ دلوقتي لما محمد حسن وطرق سامي اتشاره من القايمة الدولية والفيفا تدخل لو حد هيتدخل تاني لمحمود عشور أو غيره مين اللي هيتدخل؟ مش المفروض الفيفا ولا حد تاني؟ الفيفا؟ طيب الاتحاد الدولي تدخل بس عشان طرق سامي ومحمد حسن إيس فجأةً؟ أو على طريق كده العمدة صلاح السعدان يا ربنا يدي له الصحة قوم ايه؟ الكاف بعد خطاب لاتحاد الكورة بيقوله انت شلت محمود عشور ليه؟ الكاف بعد خطاب لاتحاد الكورة انت شلت محمود عشور ليه؟ طيب ايه علاقة الكاف بالموضوع؟ وبعدين طرق سامي ومحمد حسن الاعتراض عشان حكام كورة صلاحات محمود عشور حكم فار ايه اللي دخل الاتحاد الافريقي؟ مين اللي خلل الاتحاد الافريقي؟ يبعد خطاب لاتحاد الكورة يستغل موقف طرق سامي ومحمد حسن عشان يرجع محمود عشور للقايمة الدولية في تقنية الفار ايه؟ ليه؟ شمعنا؟ ازاي؟ يا جماعة خرقتوا من اللجنة سيبوا الناس تشتغل خرقتوا من اللجنة سيبوا الناس تشتغل وما تستغلوش اي موقف بيحصل داخل لجنة الحكام وتبنوا عليها موقف تانية وانا اوجه رسالة للاستاذ جمال علام خطاب الاتحاد الافريقي اللي جالك ده بخصوص محمود عشور تاخده كده وتحطه في الدرج ولا تبصله اصلا ولكن خطاب الاتحاد الدولي بخصوص طرق سامي ومحمد حسن يجب ان يتم وضعه محل اهتمام بالنسبة لادارة اتحاد الكورة عشان يتم اعادة طرق سامي ومحمد حسن لنهم مرشحين لكأس العالم لكورة الصلاة في الفترة اللي جاية وده طلب الفيفا لان الفيفا هو المسؤول عن القائمة الدولية الفيفا هو اللي بتدخل مش الاتحاد الافريقي ولكن بعض الناس كده اللي خرجت من لجنة الحكام بتحاول تصدر ازمة وعايزة تضيف من تاني وترجع من تاني محمود عشور للقائمة الدولية رغم انه وصل ل 47 سنة وما عندوش كأس امم افريقيا في 20-23 ولا عنده اولمبيات تاني ولا في كأس عالم ولا في اي احداث قرية زي موضوع كورة الصلاة ولكن في ناس بتستغل احداث عشان تركب على الحدث وتحاول ترجع نفسها من تاني للقائمة الدولية وناس بتستغل اماكنها في مؤسسات قرية وبتحاول تبعد خطابات الاتحاد المحلي في قضايا منتهية ملهاش اي دور في هذا الموضوع دي نقطة كنت حابب اوضحها لاتحاد الكورة الفيفا يتدخل والفيفا للحق انه يعدل في القائمة الدولية للحكام ولكن الكاف ملوش اي دور وملوش اي علاقة بالموضوع ده خالص وفكرة ان محمود عشور يعود من تاني للقائمة الدولية اسف اسف لقد نفذ رصيدكم الموضوع مش مستحق كل الدقة دي واعتقد محتاجين وجوه جديدة في تقنية الفيديو على المستوى الدولي